السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كويزين فاميلي اليوم ان شاء الله نشارك معكم يوم كامل يعني الوجهة اللي وجدت هاد النهار يعني الفطور الغداء العشاء وكدلك واحد الوصفة اللي كان الوصفة ديال الوجه اللي كان مرة مرة كنا نحضرها انتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يعجبكم تضلوا معايا بشتو تفاصيل الفيديو بسم الله على بركتي الله بالنسبة لوجبة الافطار غدا تكون هاد النهار ان شاء الله هناخدي تغي الشهدية او الخوخ تحنتهم مع حبة برتقال ممكن تتعملوا الفواكه اللي كيتعجبكم او اللي موجودة عندكم هاد النهار مهم تحنتهم يعني بحل السلسلة غدا ناكلوا بها الفواكه ومن بعد غدا نزيين بالوافق الفواكه اللي كانت هاد النهار هادا اا ومع شوية ديال التمار حتى هو مكيبينش مزيان لان كانت سبعاتي لصباح هاد النهار هاد اللي وقيتها هادي وممكن تمياه يعني ذاك شي اللي كان عندكم كتتوجدو يعني تلا كانت غيفها كيها وحدة را كان نقطعوها ونخلفوها كامعة التمار وشوية ديال زبيب وشوية ديال كوكاو مهم ذاك شي اللي كان كتحطوه شوية ديال زنجلان ارا فيه فيه الحديد وفيه الكالسيوم زيان ينتع طولو للوليدات مهمان اولو اللفت وليداتي ياكلوه بالنسبة للسافي غي فطرنا هادنها غي فطرنا مشيت باش نوجدها كان غي هادا يعني غي الفوكيه بوحدها باش فطرنا هادنهار وكرا مشي دائما كيكون فطور هاكدا يعني شي شي مرة كيكون الخبز مرة كل مرة واشنو اهنيا بالنسبة يعني المقبلات فيتمنية شاركتها معاكم انخلي لكم ان شاء الله الروابط ديالها اسفل الفيديو بالنسبة للعجينة غدا نعجن هنا غي واحد شوية ديال البطبوط خلط هنا شوية ديال الشعير الفارينة ودقيقة ديال القمح انا استعملت غي الفينو ذاك الذاك الرقيق يعني اسمي ذاك تكون رقيقة سافي من بعد ما عجنتها زولت واحد لقطعة ديال الخميرة يعني كيف العادة خليتها غدا نحطها هنا يا فضل قنينة هادي سافي كيف كتشوفو في الصيف كان خلي غي شي شوية ديال الخميرة ايلا خليتو بزاف راعد غيا كتخمر يعني غي شي شوية سافي بالنسبة يعني الزرارة اللي استعملت هما هادو كان غسلوهم وكان حاولو نرقدوهم يلا ما كناش غدا رخفو العجينة يلا كنتو غدا رخفو العجينة بلاش ما ترقدوهم مراه كيشربو ذاك السوائل اللي كيكونوا في العجينة ياف صراحة من احسن نرقدوهم نزولو ذاك المادية لهم وعاد نستعملوه سافي هنا كيف كتشوفو غدا نعجنها ومليغة خمر غدا نقرزها ونشكلها بطبوط ان شاء الله هنا زيت لاغي شوية مش ديمن كنزيد لها كمع القدية السكر ديال جوز لهيند وشوية ديال زيت زيتون يعني مرا مرا كنبغي نحطرو هكدا سافي بما ان فيه شعير كنحاول نلدو ليوم واحد شوية مهم هنا غدا نوجدو حتاجين ديال بصلاء و الزبيب بالسمك اللي ممكن تعودو سمك بالجاج إلا بغيتو يعني بنفس التوابيل مهم هاد الطاجين هادا انا كنحطرو بها الطريقة كي اللي كي حطرو بطرق أخرى مهم هاد هي الطريقة ديالي كي يجي لديد بها الطريقة هادي معلقة ديال القصبور ومعلقة ديال هادوك التوابيل الخمسة اللي شاركتو معكم في الفيديو السابق يعني وريتكم لين كان ناخدهم وممكن تاخدوهم يعني ممكن تاخدوهم وتخلطوهم راسكم هنا اخديت يعني سبعة ديال الفوصوص ديال التوم وحت طرف ديال زنجبيل طريق وإلا كتستعملو يعني زنجبيل عادي بيابس وغدا ضروري هاد الطاج نزيدو في ديال يعني لا عندكم مش في يدي الزعفران الحر كي يلدو بزاف 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 هنا مش مشكلة كتو غدا تستعملو المهرز بحالي الرجوع الى الاصل يعني الزعفران بلا ما ترقتوه را مع الزنجبيل كي زنجبيلو التومة مني كتدقوه كيتدق تقه حتى هو يعني كي تطحن سبحان الله العادي مني كانت استعملو المهرز ماشي بحال مني كانت استعملو الطحان يعني اللده كتكون كونسنتخي ويعني التوابيل كي يجي المادقة ديالهم مجهد هنا معلقة ديال الكوركم معلقة ديال الملحة ومعلقة ديال تحميرات تحميرات ممكن تستغنوا عليها نزتها هنا غبش كتعطينا واحد اللون بحل يعني واحد اللون ما بين صفر ويعني بحل شوية ذهبي وما كي يجيش طاجين صفر مهم كنتمنا تكونوا يعني فهمتوني تقدرو تتسغنوا علينا موغات شو تستعملو أرزت شوية ديال فلفلحة راح تهيه وهنا زيت القصبر والمعدنوس هذا كنت تعمل فيه القصبر والمعدنوس بخلطين كندقوه مزيان كيف شفتو معي دقيتو مزيان يعني سافي من بعد غنزيدو حد الكيمية مع هاد البصيلة طريقة باش كنحضرها الطاجين وكنحاول يعني نشحر شوية ديك البصيلة ساكت بده تطلق شوية لما ديالها ومن بعد غنزيد لها واحد الكيمية ديال التوابل كنشحروها هكذا شي شوية باش من اللي كنحطو الحوت ما كي ياخوش بزاف ديال الوقت وفنفس الوقت ما تلواش لنا ديك يعني ديك البصيلة لأننا عندي هنية يعني الطروفة ديال الحوت أرقاقين أما إلا كانوا غلادين راه ماشي مشكل كنظرنا راه يطيبو في نفس الوقت غي هي واحد من ناحية أخرى البصيلة شحرناها واحد شوية هنا راني شحرتها بلا زيت بلا تشي حاجة راه مع الطاجين الحمدلله ما كي لا تستقش والعافية ناقصة راه تلقات لما كيف كتشوفوا راني بقى هنما ضفتش قاحتة شي حاجة ديال الزيت يعني كتزيدوا واحد يعني ملي كتشحرو ديك البصيلة كي يجي ألد سافي هنا كيف شفتوا راني زيت واحد الكيمياء ديال التوابيل يعني التوابيل مع الشرم ولا اللي شرملت بها الحوت إلا عندكم الوقت راه ممكن أنكم تخليوها يتشرمل ولكن رامعة كنت تعملوا يعني كشفتوا يعني توابيل مجهدارة كي يجي لديد بزاف هالطاجين هذا كي يجي لديد بزاف سافي كنستفهم هنايا وعد غا نعود نرد عليهم البصل من الفوق وستعملوا يعني الكمية ديال البصل اللي بغيتو يعني البصل صراحة كل ما كان على حسب الأفراد ديالعائلة كل ما كان كتير كل ما كان أحسن سافي وضروري تكون العافية تكون مهيلة ونخليو ديالبصيلة الطيب على خطرها لكن عندكم الطاجين ما كيتسدش مزيان يعني كي بقى يخرج منه هدا حاولوا تسدو بالورق الطهي يعني من الفوق تزيدو يعني تسدو وإلا يعني البصلة كيف قلت لكم ضروري تشحروها مزيان وإلا غتبقى لكم لوية من الفوق سافي هنا غدل نزيد دبعات غنزيد زيتون كيف كتشوفو وغدل ناخد الزبيب اللي رقتو واحد شوية رقتو انا دائما كان يعجبني رقتو باش كتزول منو تذيك الغوبار والطراب اللي تيكون فيه والرملاء اللي كتكون فيه هاد الطاجين هدا كيلي كيزيد ليه سمن كيلي كيزيد لي بسيبسا كيلي كيزيد ليه قعقلة كيلي كيزيد ليه حتى القرفة مهم كل واحده وضوق دياله وانا كيعجبني بها الطريقة هادي وبيها التوابل هادولي شاركتها معاكم يعني كيجيل ديد بزاف يعني بنفس الطريقة حضرناه بالدجاج سوف نزيد معلقة كن ناخد المال اللي يطلق الحمض المسير باش يجي التوازن مع شوية الحلاوة شوية ملوحة شوية الحموضة يجي دك الشيء يحمق يجي لديد بزاف سوف ناخده من دبا ما شفتوش حال اللي ما طلق راني ما زيتش لي حتى قطرة اللي ما سبحان الله مع البصلة كثيرة سوف ناخد كم درش هكال الزبيب باش يجي حتى هو الديد من الفوق انا ماخدش بزاف دي الوقت يعني ضغيه وجد هالطاجين مع انني ناقص عليه بزاف سوف يها هو يعني خليتو حتى نشوفه واحد شوية زول ديك الغيطاء وخليتو يعني نشوفه واحد شوية خمسة دقيقة هكذاك سوف يزينته هنية بالقرقام ممكن تزينوه باللوز على كل نيرا المكسرات كيتمشي مع المالح والحلو كيف شفتو يعني المرقة كتجي ملبيه وطقيله ولديده بزاف 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 جاف غيمو ولديد بزاف هاد طاجين تمنى ان شاء الله تجربوه بطريقة ديالي وبنسبة اللي بطبوط هانتو ماغين بطبوط عادي يعني ماشي شي حاجة كنقرسون طيب يعني كنقرسون طيب يعني غيك يخمر العجينة كنقرسون طيب ما كنخليش يخمر لانه دبرا الحل سخون سا فيهنا السلاطة فيه ها غي الشوية ديال بصيلة من الفوق باش كننسم وماطيشا والخيار وشوية ديال الفجل وشوية ديال الكوكو راكم عارفين دايما انا كنزيد المكسرات الماكلة وشوية ديال الزيتون ديال البلد وشوية ديال المعدنوس يعني زيدو حتى المعدنوس فلا سالاد راه مزيان بزاف ومانارا ما كيعجمنيش المعدنوس ولكن كان زيدو كنزيدوها هكدا مواما علاقة بالصحوصة فيما كيعجمنيش المدق ديالو سافي هنا ديك السلاطة اللي كنت شاركتها معاكم رب الزاف اللي اخدو الوصفة يعني هدا كيعني بأن الوصفة ناجحة وبنينة ولديدة سافي وبالنسبة لزعلوك حتى الزعلوك ديال ديال النجال اللي كنت شاركت معاكم ملقيت مم قناوات فرنسية يخدو الاغوسات يعني الغوسات انا اخرجتها من دماغي فرحت من اللي شفتها قلت الحمدو الله سافجاك غوسات زوينة المهم هنالماسك اللي غدا نستعمل هاد النار غدا نستعمل هاد لاغجيل غوش هاد الطين الحمر هدا لباش زوين يعني دكش بشتركت معاكم الوصفة انا مورا الغداء استعملتها قلت غنت شاركها معاكم لان هاد لاغجيل غوش زوينة لان كل شي قدر يستعملها يعني اي جميع انواع البشرة لانشفة ولا ولا يعني لدهنية كل شي قدر استعملها تخلطوها مع اما ماء الوارد او مهم اي حاجة ولا تقدروا تطيبوغي شوية دي المادية مثلا تاخدو شوية دي الوارد وطيبوه في شوية دي الموت سعملو المادية لولا ما كانش عندكم ماء الوارد طفي كنخلطوه ونطبقوه على الوجه من بعد كندهنو الوجه بشي زيت اللي كي نسبكم طفي هنا بالنسبة لانا من غدا نطبق هادك السميتو غناخد هاد هاد الوسيل دي بسم غنديرو مع الماسخون وغدا رحط فيه رجلية ونخلي حدك الماسك حتاك يعطى المفعول وكان مشي نغسل الوجه اللي بغيتو وصفة دي التجميل نشارك معكم الوصفة اللي عندي مكتوبة اللي مجربة ووصفة اللي انا اختارعتهم ووصفة اللي اخديتهم من الكتب اللي بغيتو اللي بغيتو كتبو لي في التعالي قنشاركها معكم بالنسبة للاروز راني غسلتو ارقتو واحد الساعة وخليتو دبا غنجين وجد الخضر اللي غدترافقوه عاد غنطيب الروز هندير دكشي بالعكس هناغ كناخدو انا اخديت هنية البورو او البصلة الخضرية او اي بصلة كتاخدو واحد الكيمية كبيرة باش كي جينا لدي دا الروز يعني اي هدا بالنسبة للاخت اللي قلت لي بانا كان الزيت البلدية كتتحرق لما كتتحرقش لانني انا بالنسبة لي انا هذا هو رأيي والله اعلم يعني كان ضماري افخوا كما كيقولوا يعني كان نحط المقلاء باردة كنا نخلط يعني البصلة مع زيت زيتون يعني كان زيت زيتون يعني تل احطيتو كنحطوه على المقلاء باردة ما كنحطوش على المقلاء سخونة إلا حطيتي على المقلاء سخونة ايه كرا كشفتي يعني البخار كي بدا يطلع كي بدا يطلع الدخان رك تشمي بان ارا زيت زيتون تحرق او لا ممكن بغيتو تزيدو الماء ممكن تزيدو الماء انا في واحد طبع من بكري من الوليد يالي كان كيقوله لي الله يرحمه دايما ما كنديرش الماء بزاف في الماكلة كان خفت بسالي الماكلة و دايما ما كنحط غيشي شوية مويمنا دايما نتابع الماضاق مويمنا بعد ما تشحرت لي البصلة كيف كتشوفو راني اخديت واحد الكيمية كبيرة دي الخيزو لان الاساس في الوصفة هو خيزو البصلة في هاد الوصفة هدي كنشحرو ذاك الخيزو اللي محكوك باش دغيه غادي طيب ليه هاد الوصفة هدي كتووجد في رمشة تعين خس غيكون اللي عندكم ذاك الروز يعني يكون مرقد باش دغيه كي طيب هنا كيف كتشوفو غطيتو خليتو حتى الطرخة يعني ذاك خيزو طب شوية سافي غنزيدلي هنا مع القدية التومة وعندي واحد الحوتات كان شاطولية من ما غدش اللحم غا فرتتهم وزيتهم هنا هنا زيت شوية دي الحار مو ماذا كيبقى على حسب طوق ديالكم كيف كتشوفو ها هوا يعني زيتهم هنا فرتتهم زوت منهم يعني الشوك وقطعت واحد شوية دي القصبر ممكن زيدو حتى المعدنوتي لابغيتو سافي وكنخلط مزيان وغدا نخلي انا زيت البلدي حتى الاخير عاد غنزيده هنا حيت فلولز تغيش شوية هنا كيف كتشفتو من بعد ما يعني رقت الروز واحد الساعة غسلتو مزين 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 تاكي ولي دا كل ما بيض كيف كتشوفو راه ولا بيض غدا نديرو هنا يا يتسلق مع المليحة وغدا نزيد غدا نسم هاد الروز باجي جيني بنين غدا نزيد هنا يا الكوركم وغنزيد شوية ديال الكامون وكنت بغنزيد حتى مزيودات ديال الفلفل حارة ديال الخضراء كاتجيل ديال دفعه ولكن ملي جيت نشوف لقيت ما بقيتش عندي داك شي باش راني زيت غي فلفل حارة يعني شوية ديال الفلفل حارة كيف شفتو راني زيت الكامون هنا يا وغدا نخليه يشرب هادك المديالو يعني زيت هنا غي القياس غنخليه حتى يشرب داك المديالو وهاهو ما كيف كتشوفو يعني شرب الماء ملي كيكونو تكونو مرقدينو وغاسلين الروز مزيان ارا كيشرب داك يعني كيشرب داك الماء ما كي لكي تعجن لوالو شفتو ما تعجن محتى حاجة صافي هنا غنزيدو للمقلة يعني المقلة ديالي وغدا نخلط المقلة اللي كان فيها خيزو والحوت كنخلط مزيان داك شي وكنزيد ليها شوية ديال زيتون غيشي شوية صافي هنا غدا جبت الصحن التقديم غدا تحكو ليه بلاش ما نوصخ الماء عن استعملت غير المقلة المقلة اللي طيبت فيها خيزو هي اللي استعملتها يعني غير غير قد ديتو يعني ما شي حيتو ذهن تبز ديت كيف ما كان دير مثلا لو كانو عندي دياف ولا شي حاجة مهم غير قد ديتو غير المقلة نضغط عليه غير قد دية هكا بالمعلقة صافي هنا سربيتو هنا يا فد الطبسيل فد الصحن صافي وغدا نزينو وهي من اوليداتي كيحماقو على هاد الروز هادا كنحاول ما نحضروش بزاف وما ما كرهوش يأكلوها يعني رك عارفين الوليدات الروز لبات وهادش هنا كنحاول ما امكن تفاداك نفضل نختم بالخبز بالخميرة البلدية ولكن هما كيعجبهم مره مره كننوجدو مويم هاد الوصفاره كان جيلدي ده بزاف من كدبش عليكم أنا وخضر الرجيم مقدرتش يعني خديت من هاد النار خديت من هاد من هاد الروز اللي انا نتاء انا من عشق الروز كيعجبني بزاف الروز مكيعجبونيش لبات ميا الروز كيعجبني كان حاول ناخدوه كومبلي بعد المرات والكرة مكيعجبوه مش بزاف دراء الولادية ذاك الروز اللي كيكون بالقشرة ديالو مكيعجبوه مش ممكن تستعملو حتى البلي حتى البلي كيجي بها مزيان صافي هنا غدا نزينو شوية ديال كوكاو اللي كيزيدي للدد بزاف بزاف هاد الوصفه وكنزيدو شوية ديال اه قصبرو المعدنوس وغدا نزين بماطيشها وغدا نرافق هاد الروز بالسلاطة يعني احنا العشا ديالنا بكري يعني كيكون بقي ضوف اش كان تعشو يعني كنت تعشو هاكدك معه السبعة ستة ونص ما كنفوتوش السبعة كنكونو تعشينا الى در تلاشا سينو غالبا نحنا كن ناكلو غيبوش باوحدة غيش مره 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 كنكونو مجموعين كنحطر هاكا واني شو غدا صافي كانت هاده هوا الوصفات ديال هاد اليوم نتمنى ان شاء الله يكون الفيديو ديال اليوم من الاعجاب ديالكم كنشكركم بزاف بزاف على التعليق ديالكم اللي يجازيكم بخير و الى فيديو جديد ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائه السلام عليكم ورحمة الله